حلقة النهاردة بعنوان العصفورة العصفورة قلتلي حاجات هقولها لحضراتكم الاول بس خليني الاول ابدأ مع حضراتكم بتاريخ النهاردة النهاردة كان تمانية الحد تمانية اتناشر الفين وتسعتاشر قبل فتح باب الانتقالات الشتوية باقل من حوالي تمنتاشر يوم مصبوط اتنين وعشرين يوم اتنين وعشرين يوم قبلها انا بقول لحضراتكم ان العصفورة قلتلي حاجة مهمة جدا 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 النهاردة عندنا زي ما حضراتكم عارفين الاستبدال في شهر يناير القادم بداية من واحد واحد الفين وعشرين من حق كل نادي ان يستبدل مجموعة من اللاعبين اذا ما كانش يستبدلهم قبل كتب النادي الاهلي مثلا يحق له ان يستبدل اتنين لعبين نادي الزمالك يحق ان يستبدل اللاعب بقية الاندية اللي عنده اتنين اللي عنده تلاتة اللي ما عندهوش فيه اندية ملهاش النهاردة يوم تمانية اتناشر الفين وتسعتاشر انا بقول لحضراتكم كلام معلومات وليس مجرد كلام طلعين نقوله احد المدربين او احد اعضاء لجنة فنية في احد الاندية النهاردة انا مش هتكلم باسماء مش هقول الاسماء مين ولا هقول اسم النادي ايه او اسم الاندية ايه انا النهاردة هتكلم بشكل عام بشكل عام احد اعضاء اللجنة الفنية في احد الاندية الكبيرة اتكلم مع المسؤولين في هذا النادي واتكلم معهم قال لهم يا جماعة احنا على الاقل محتاجين تلات لاعبين في شهر يناير تلات لاعبين منهم باك رايت منهم سردباك منهم سردباك دي قديمة شوية استوبر او مدافع قلب دفاع ومهاجم محتاجين عشان نكمل في البطولات اللي احنا بنلعب فيها التلات لاعبين دول يكونوا متواجدين وتلات لاعبين سوبر يعني يكونوا متواجدين بداية من شهر يناير القاد طبعا من حق كل نادي ان هو يسعى ان هو يخلي فريقه افضل فريق ما عنديش اي مشكلة في هذا الكلام ولكن امتى يكون الدوري كويس او امتى تكون كرة القدم في اي بلد كويسة عندما يتم وضع لوائح وقوانين هذه لوائح والقوانين يتم تطبيق على الكبير والصغير على اللي خد الف بطولة واللي ما خدش ولا بطولة طالما بيلعبه عندنا في الدوري الممتاز يحق الاستبدال للاندية في خلال من يوم واحد واحد لغاية يوم تلاتين والاستبدال ده قد يكون ممكن يكون تم الاستبدال او انتهى الاستبدال قبل كده ولكن اذا كان من حق النادي ان هو يستبدل فيستبدل بحد اقصى تلات لاعبين النادي الاهلي من حقه ان هو يستبدل اتنين لاعبين بقية الاندية اللي عنده واحد واللي عنده اتنين واللي عنده تلاتة واللي ما عندهوش خالص العمل الاستبدال في اول السنة حاجات كتيرة جدا النادي الاهلي دايما بيعمل ايه النادي الاهلي دايما بينظر لشيء واحد فقط وهو تطبيق اللوائح والقوانين على كل الناس على كل الناس نادي الاهلي والسبعتاشر النادي اللي موجودين معاه فخلينا اكمل لكم قصة العصفور فالعصفور قالتلي ان احد اعضاء اللجنة الفنية في احد الاندية قال ان هو عايز التلات لعيبة دول مهاجم وقلب دفاع وبكرايت لازم يبقوا موجودين في شهر ينايه للمنافسة على كل البطولات ايه اللي حصل تمت اتصالات خفية او اتصالات سرية زي ما حضراتكم عايزين تقولوها اقولوها ما بين المسؤولين في اه الاندية دي وما بين مسؤولي او مسؤولين في اتحاد كرة القادر فالاتصالات دي لما اتعملت طبعا انت كان فيه امرونا ان احنا ممكن جدا ان احنا او موافقة مبدئية ان احنا ممكن نفتح الاستبدال انا بقول لحضراتكم معلومات انا دلوقتي مش بتكلم بالاسماء لكن عارف الاسماء عارف اسم عضو اللجنة الفنية عارف اسم المسؤولين اللي في النادي اللي كلموا اللي مسؤولين في اه اتحاد كرة القدم وتكلموا مع بعض في ايه وقالوا ايه ووصلوا لايه وحنعملها ازاي ومش حنعملها ازاي وانا عارف اللعيبة اللي عايزين يجيبوها كمان يعني انا عارف اللعيبة اللي عايزين يجيبوها كمان ولكن دي حاجة ما تخصنيش انا بس طلع النهاردة عشان اقول لحضراتكم الكلمتين دول ان النادي الاهلي بيلتزم باللوايح والقوانين اللي تم وضعها قبل بداية الموسم مش في منتصف الموسم قبل بداية الموسم مش في منتصف الموسم ده معنى ايه معنى ان النادي الاهلي حيلتزم بان هو يتبقى له اتنين استبدال اشتركوا في القناة